بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بخيراتكم بقناتكم دكتور بطري وحلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة هنتكلم عن صفات الخيل في سورة العديات في القرآن الكريم. يمكن الحقيقة الحصان العربي ما كانش حيوان فقط بالنسبة للعربي وانما كان رفيق والعربي ادالهم اسامي وعاش معاه معارك وتكونت على ظهوره حضرات وانتصرت على ظهوره حضرات فالخيل حيوان جميل ربنا رزق بالجمال وبالقوة جمال الشكل وقوة البنيان يعني والوان مبدعة فسبحان الله فيما خلق يعني. فالنهاردة ان شاء الله تعالى هنتكلم عن صفات الخيل في سورة العديات ان شاء الله. آآ بنحاول آآ يعني نفهم مع بعض بعض ايات الكوران الكريم اللي جات في اشارات آآ قوية وواضحة عن بعض الحيوانات. ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فانتظروه. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم آآ استمعنا إلى ترتيل مبارك آآ للكار الشيخ عبدالبسط عبدالصمد رحمه الله سبحانه وتعالى بصوته الندي الشيخي لسورة العديات فالخيل زي ما احنا اتكلمنا هي يعني من صفاتها العديات إن العدو إن هي بتاعدوه على الأعداء طبعا الخيل كانت بالمقييس القديمة هي دبابة الحرب يعني كان الفارس اللي عنده فارس وبيخرج حارب ده كده كمعة دبابة يعني الحصان العربي ربنا ما يزو عن باقي أنواع الأحصنة بالشكل الجميل والأنف هو يعني حاجة جميلة جدا بيتصابق آآ الناس حول العالم على اقتناء الحصان العربي الحصان العربي لم يكن يوما آآ رخيص يعني هو أليل فهو نادر فآآ فسمنه باهز حق ذلك يعني ففي حياة العربي كان الحصان كان جزء أساسي ولا يتجزأ من حياته وكان بيعني بيدي له وعد الأسامي زي ما احنا قلنا وكان بيعني الأسامي اللي هي توصفه يعني تمام وكتب فيه من الشعر الكثير والكثير والكثير عن الحصان آآ العاديات إن هي الخيل التي تعدو آآ وتغير على الأعداء فدي المقصود بالعاديات ضبح آآ من صوت الخيل والضبح هو الهمهمة عندما تجري الخيل الخيل صوت الحصان بيعمل صوت همهمة آآ يعني الضبح ده يعني بيوقف يعني إن هو الحيوانات اللي بتهمم هو بتجري زي الحصان زي الكلب زي ويقال الخيل تصهل في سكونها ويوقفة لكن بتضبح في عدوها عدوها اللي هو الجري فهي بتضبح فالعاديات ضبح هي الخيل التي تعدو وتغير على الاعداء ضبح من صوت الخيل فالموريات قدحة الخيل التي تخرج شرر النار من الارض بوقع حوافرها احنا عارفين ان رجل الحصان بيبقى فيها من تحت الحدوة الحديد دي يعني من شدة الاحتكاك بالارض ان هي بتخرج شرر النار ان هو بيجري وبيحتك بيها فان الخيل تقطح بحوافرها من شدة الجري وهو تشبيه الاسرع الخيل في اركاب الحرب بتزداد اشتعانا يعني حتى احنا بنقول دلوقتي في كده يعني النار او الزيت ادح تمام? ان طبعا زي ما احنا قلنا في البداية ان الحصان ده كان دبابة الحرب يعني هما كانوا بيبدأوا بالفرسان الاول بالمشاة الاول خش باشا الحرب فالفرسان وراهم بقى اللي هو عندما يشتد الوطيس الفرسان الفرسان يخشوا اللي هم فالحرب بتزداد اشتعانا وزا ما احنا بنقول الزيت فالمغيرات صبحة المغيرات جامل اخارة ان هي بتاع عدو على العدو صبحة ربنا وصفة اللي هي وقت الصباح طبعا انه يعني كان لما فيش بقى زي دلوقتي بالليل وغارات ليلية لا انه الصباح انه دوق الشمس اه والصباح والجو طبعا كانت الحروب زمان حروب يعني ما كانتش زي دلوقتي بقى اما يتغطيقوا دبابة او ما تغطيقوا طيارة وبيرمي وبيجري لا ده وقفين وشمس ومعركة فلازم الجنود يبقوا وقفين فافضل وقت اللي كان المعارك كان الصبح فاثرنا به نقعة ايف اثارت الخيول النقعة النقعة اللي هو الغبار الكثيف من شدة العدو يعني غبارا في مكان معترك الخيول تمام اه يعني النقعة ده اللي هو تمام اللي هو شدة الغبار اللي هو الخيول بتسيره يعني تمام انها وهي بتجري تاك 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 وبتضرب بحافلة تلاقيها حواليها بقى الغبار وده بيبقى فيه المعركة فوسطنا به جمعة اي فتوسطنا به جموع الاعداء واصبحنا وسط المعركة اه كل اللي احنا شفناه ده عن الخيل وعن جمال الخيل اه ان هي شديدة العدو شديدة الجري احنا النهاردة الغد دلوقتي بنقول العربية كان حصان اه لما الحصان من قوة فيعني هنا تكريم الحصان ان هو من بعض الصفات وسميت صورة العاديات اه وشفنا الضبح اللي هو الهمهمة بتاعته وشفنا الموريات وقضحة وشفنا واثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة فدي بعض صفات الخيل المهمة جدا في صورة العديات شكرا واشوفكم الحلقة الجديدة